هذا ترتبط مصر وأذربيجان بعلاقات متينة تعكس قيما ثقافية مشتركة وعادات وتقاليد تدل على مدى تقارب البلدين كما عكست اللقاءات والزيارات المتبدلة على مستوى كبار المسؤولين التعاون الثنائي على كافة الأصعدة بين البلدين فضلا عن علاقات الصداقة والتقارب أساس قوي من التماثل والتقارب تقوم عليه العلاقات المصري الأذربيجانية فشعبي البلدين تربطهما قيم ثقافية مشتركة وعادات وتقاليد متقاربة وموقع جغرافي وستراتيجي هام لكل منهما في منطقته ولعل أهم ما يميز العلاقات بين البلدين هي اللقاءات والزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسؤولين فعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي كان لقاء الدبلوماسية المصرية بنظيرتها الأذربيجانية فكانت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على طاولة مباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية أذربيجان كذلك كان انعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في يوليو الماضي في العاصم الأذربيجانية باكو أحد أهم علامات التقارب المصري الأذري كذلك كانت اجتماعات الدورة الخامسة لللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال المصريين الأذربيجانيين في باكو في فبراير الماضي كأحد تلك العلامات كذلك لم تغفل الدولتان إقامة احتفالية في مايو الماضي لذكرى مرور الثلاثين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما والذي تزامن مع الاحتفال بيوم الاستقلال لأذربيجان علاقات تضرب بجذورها في التاريخ وتزداد يوما بعد يوم مع السياسة الخارجية التي تنتهجها مصر والتي من خلالها تحافظ على الأصدقاء وتوطد معهم علاقات التقارب ترجمة نانسي قنقر